اشتركوا في القناة تتواصل المساهمة الفاعلة في تنمية اجهزة الاتحاد الافريقي املا ببناء غد افضل لعمق افريقي وفقا لرؤية متبصرة للعهل المغربية الملك محمد السادس والذي نهج قبل سنوات خلت سياسة جنوب جنوب وفقا لمبدأ رابح رابح كما تمت تحت الرعاية السامي للملك محمد السادس عقد اتفاقيات شراكة مع عدد من الدول الافريقية بعد اكثر من خمسين زيارة لدول في مختلف انحاء القارة هذا وتلعب المملكة دورا محوريا في الترافع عن القارة الافريقية وفي مجالات عدة من ابرزها التنمية البشرية والاقتصادية والهجرة والمناخ في حلقة اليوم نقرأ الواقع الافريقي قبل القمة المنتظرة بعد ايام كما سنعرج على المساهمة المغربية الفاعلة في تنمية القارة يحضر معي في حلقة اليوم الاستاذ دريس العساوي المحلل الاقتصادي اهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا كما يصرني ارحب بالاستاذ علي الغنبوري مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي اهلا بك مرحبا شكرا على الاستضافة شكرا لكما لحضوركما وتلبيتكما لهذه الدعوة في هذا الملف الخاص حول القارة الافريقية التي تحضر معنا في قطاعاتنا لا في هويتنا وروافدها المتعددة ولا حتى في نهجنا الاستراتيجي فيما يتعلق بالعلاقات السياسية وحتى الاقتصادية وفقا لسياسة ملكية بدأت حتى قبل عودة المملكة المغربية الى الحضن الافريقي في سنة 2017 سيدريس السياق مختلف والوضعية الراهنة مختلفة على مستوى العالم فهناك ظرفية قارية افريقية قد نقول بانها صعبة في مجالات عدة ولكن ايضا اليوم السياق الدولي ربما يفرد التكاتف والتلاحم على القارة الافريقية لذا قد نقول بان قمة اديس ابابا المنتظر اختارت ان يكون هناك تسريع لوطيرة اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيث التنفيذ في يناير 2021 هل ترى بان الافاق المستقبلية واعدة في تبادل انتجاري بين قارة يعني كل ما يحدث فيها من الامور الاقتصادية لا تصبو لتطلعات شعوب هذه القارة اعتقد بان السياسة الافريقية للمملكة المغربية كان لها وسيكون لها مستقبل ظاهر بالنسبة لهذه القارة ليست القارة العجوز بل القارة الشابة التي تتوفر على امكانيات مهمة جدا سواء تعلق الامر بالمسألة الاقتصادية او السياسية وخصوصا امكانيات التنمية التي يمكن ان تنطوي عليها العديد من البلدان في هذه القارة والمغرب بدأ منذ مدة كما قلتم في سياسة تجعله اليوم فاعلا اساسيا في الحركة الجديدة التي تعيشها الدول الافريقية المغرب بطبيعة الحال اليوم يعيش مرحلة قوية حيث انه اصبح صوت الدولة المناضلة المغرب دولة مناضلة من اجل تحرير البلدان الافريقية من ربقة الاستعمار وتحرير الدول الافريقية مما كان يكتنفها من غموض مع مستعمريها القدامى وهنا اذكر بدون ان اتردد ما فعلته الدولة الفرنسية في مجموعة من الدول الافريقية كانت لها نتائج مخيبة للامل بالنسبة لعديد من الدول واليوم فرنسا تعيش ازمة كبيرة وكان الملك محمد السادس في خطاب له باعتقد بكود ديفوار قال افريقيا لا تحتاج الا لافريقيا ولا نحتاج لاي وصي اخر علينا فبالتالي على الدول الافريقية ان تقوم بما يجب من مبادرات ما يجب من اجراءات ليجعل لنفسه موطئ قدم في المسار الاقتصادي والمسار التنموي الجديد الذي نحن بصدده جميل وهذه يعني ربما كما قلنا العلوان العريض للقمة الافريقية وستنتظر اكيد للحضور المغربي وايضا للتوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية على مستوى القرى الافريقي لان ذلك واضح للعيان ولا تخطئه العين وهناك مشاريع استراتيجية قد نتطرق لها في حلقة اليوم من رواندا 2018 ثم كيغالي على ما اعتقد 2019 بعد ذلك تأتي التنفيذ الرسمي بـ 44 دولة سنة 2021 في شهر يناير تحديدا اليوم هل القادة الافريقى قادرون على تجاوز بعض الاحباطات التي تصيب مجموعة من الدول التي هي بدورها غير قادرة على رفع الرسوم الجمهورية بشكل كلي لتدخل في هذه الاتفاقية في قارة افريقية بكل صراحة اليوم أصبحت كالمغناطيس تستقطب الروسي تارا وتستقطب الصيني تارا ويعود الامريكي ويعقد قمة افريقية الكل يريد القارة الافريقية ولكن كما قال سيل عيساوي نقلا عن مقاله العهل المغربي أفريقيا تحتاج للأفارق بالتأكيد مؤكد أن افريقيا اليوم ليس لها أي خيار إلا أن تكون افريقيا بالأساس افريقيا اليوم كنا نعرف حجم الإمكانيات سواء التروات الطبيعية التي تتميز بها وكذلك الموارد البشرية وبالتالي حتى المستقبل العالمي هو مستقبل إفريقي ومرتبط بإفريقيا في عدد من المجالات وبالتالي اليوم الدول الإفريقية هي مطالبة ليست لديها اختيارات كثيرة وليس لديها مجموعة من الهوامش في هذه الاختيارات إلا أن تكون متكاملة اقتصاديا متكاملة سياسيا وأن تستطيع أن تفرض منطق التبادل التجاري والتبادل الاقتصادي لإخلق تكامل الاقتصادي في القارة صحيح؟ أن إفريقيا هي منطقة لمجموعة من التوترات الجيوسياسية وفيها مجموعة من البؤر للصراعات وبؤر دي المخاطر على السلم والأمن الدولي هنا كانت تحدثت على الدول خاصة جنوب الصحراء وخاصة منطقة الساحل والصحراء التي فيها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كانت تكلم على المنطقة التي فيها نيجيريا وفيها بوكو حرام وفيها واحد مجموعة من الجماعات المتطرفة التي تتعيق هذا التكامل وهذا التآذر الإفريقي في سبيل أنهم نخلقوا واحدة منطقة واحدة القارة التي قادرة أنها ترفع التحديات المستقبلية وتدفع المصالح لها أمام هذه الأطماع العالمية التي كما اسمتها أطماع عالمية صحيح لأن إفريقيا لديها مجموعة من الموارد والذيها مجموعة من الإمكانيات التي تجعل هذه القوى العالمية دائما تبحث عن إفريقيا وبتالي أن إفريقيا لا يوجد تمجال إلا أنها تكون متكاملة بين كل أعضائها وتكون عندها ترابط خاصة ترابط اقتصادي لأن الترابط الاقتصادي هو لا يمكن هذا الشعوب من تحقيق تنمية ومن تحقيق تنمية خاصة البشرية ومن تطوير المجتمع وهذا ما يقدمه المغرب من خلال استراتيجية الملكية التي تبنها صاحب الجلالة في إطار تعاون جنوب الجنوب لأنها مؤثرة بستراتيجية حتى قبل الرجوع للمغرب الاتحاد الأفريقي مسترين على الحديث عن المملكة المغربية ولكن قبل ذلك نحاول أن نقرأ واقع الاتحاد الأفريقي هذا الإطار المنظم للدول الأفريقية المنظوية تحت لوائها 54 دولة المغرب قال بملء فيه في الرباط أتذكر زيارة مفوض الاتحاد الأفريقي ولقائي بوزير الخارجية قال بأن إصلاح الاتحاد الأفريقي وهيئاته يمر بإصلاح مجلس السلم والأمن داخل الاتحاد الأفريقي نحن اليوم عضو لثلاث سنوات داخل هذا المجلس وانت تعلم سيل عيساوي بأن كان هناك مجموعة من الدول التي تسيطر على هيكل الاتحاد الأفريقي نقصد دول بعينها جنوب أفريقيا والجزائر وفقا لمجموعة من الظروف التي كانت حينها ولكن بعد عودة المغرب تغيرت أمور كثيرة جدا وأصبح عمل دؤوب داخل مفوضيات الاتحاد الأفريقي هذا الإصلاح الهيكلي الذي تم بالإضافة إلى مجموعة من النخب السياسي الأفريقي التي أصبحت اليوم تأخذ زمام الأمور ولديها مراكز في المسؤولية تغيرات جدرية أصبحت في مجموعة من الدول نهضت عدد من الدول التي تعد أنموذج اليوم كرواندا وكينيا وغيرها يؤكد على أن أفريقيا تغيرت هل في هذا التغيير سيكون قرار أفريقي موحد يقر من خلاله الأفريق طرق التعامل مع الآخر أنا أعتقد أن من الصعب الآن تكهون بهذا الفرض وهو مضمون الآن لحد اليوم لأن مجموعة من هذه الدول طارت في وجه بعض الدول كفرنسا طارت كذلك في وجه الجزائر وجنوب إفريقيا لأن هذه الدول كانت تستفيد من ماذا؟ تستفيد من وضعية الضبابية التي كانت سائدة في هذه المناطق كانت كذلك محركة لكل القوى التي تزرع البلبلة في الصفوف تزرع الخوف والهلع والانقصام والانقصام في هذه الدول فهناك قصص أخبار كثيرة تأتي من هذه المناطق ماذا تقول؟ تقول بأن هذه الدول وشباب هذه الدول وشابات هذه الدول لم يعودوا قادرين على أن يتحملوا كل هذا العمء الذي طرح عليهم فالآن هم يريدون أن يتحرروا وطريق التحرر واضح أولاً وأعتقد بأن الشباب الإفريقي ماذا قال؟ قال علينا أن نحرر أنفسنا من قبضة الاستعمار السيادة من السيادة الأجنبية على المصالح الإفريقية المحدة هذا خطاب واضح لا يمكن أن نتناقش حوله اليوم المغرب قال بعضمة لسانه وبصوت الملك محمد السادس في كثير من المناظرات بأن الدول الإفريقية ستأخذ بزمام الأمور وستأخذ بزمام المبادرة فيما يتعلق بتسريح هذه الوتيرة وتيرة التحرر هذا أولي مهم أن هذه الدول عليها أن تتحرر من هذه القبضة حدث ذلك يعني الآن بوركينافاسو كما تعلمون أمهلت الجيش الفرنسي شهر ربما مضى منه جزء يسير مالي طردت القوات الفرنسية يعني عملية بارخان فشلت بشكل جذري والآن هناك توتر في العلاقة ما بين فرنسا ومجموعة من الدول الأفريقية ولكن المراهنة على النخاب الجديدة داخل الاتحاد الأفريقي هو الذي قد يكسب هذا الاتحاد نقلة نوعية لأنه كما قلنا اليوم هو مطلب لمجموعة من القوى الغربية والآسيوية حتى كالصير بالتالي إن لم تملك قرارك السيادي فأنت قد تتلقفك الأمم يعني تخرج من هيمنة الفرنسي لتدخل في هيمنة الروسي أو تدخل في هيمنة الصيني وهذا أمر غير مرغوب فيه من طرف الشعوب الأفريقي أعتقد بأن الشباب الأفريقي يعلمون كل ذلك وإذا سمعتهم يتكلمون فستكون مطمئنا تماما على مصير هذه الدول لأنه لا يمكن أن تسمع لما يقوله الشباب الأفريقي حول ما هو موجود في المجال الاقتصادي في المجال السياسي وتبقى بدون ردة فعل أعتقد هذه الدول كلها سائرة في طريق التحرر كل هذه الدول التي ذكرت فهي الآن فيها نوات للتحرر بصفة نهائية من ربقة هذه الدول والخروج إلى مصار جديد لأن المهم فهذا كله شنو هو هو أن المغرب أبانى على أن القارة الأفريقية يكنز لا يفنى من التطور من التنوى من الغنى ولهذا على الدول الأخرى أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة والمغرب أبانى أيضا عن شيء آخر هام وهم جدا هو بإمكانك أن تبني الشراكات وفقا لسياسة الند للند وفقا لسياسة رابح رابح لأن تكون هناك نظرة استعمارية أو منفعية أو حتى تبعية على حساب طرف آخر قلنا قبل قليل بأن الحضور الوازن داخل الاتحاد الأفريقي من العودة أكيد 2017 ولكن قبل ذلك أكثر من خمسين زيارة ملكية شملت مجموعة من الدول الأفريقية وتشديد للشراكات مع مجموعة من الدول نذكر منها على سبيل المثال في محيط ناقل نقول السينيغال الكوديفوار القابون أيضا شراكة معقلنة نوعا ما مع نيجيريا وما أدراك من نيجيريا والمواقف التي كانت لها من قضية الوحدة الترابية ولكن كل ذلك وفقا لسياسة رابح رابح اليوم لديك أكثر من ألف اتفاقية مع دول الاتحاد الأفريقي هذه الأمور لا تعد نموذج يمكن أن يحتذاع على مستوى الدول القارة الأخرى بأن يأخذوا المغرب كنموذج كيف يمكن أن تكون هناك شراكات معقلنة ولكن الصالح فيها هو مصلحة الشعوب والبلدان الأفريقية أكيد أن المغرب أنا أتفاق أن المغرب من خلال من خلال هذه الدينامية التي يخلقها في المحيط الأفريقي وخاصة أنه ما يمكننا شربطها فقط غيب العودة دي للمغرب الاتحاد الأفريقي لأن العودة أكيد أنها عززت الحضور المغربي ومكنت المغرب من مجموعة من الآليات واللي مكنته بالأساس من فتح شراكات ومجالات دي التعاون خارج الدائرة الكلاسيكية دي التحالفات دي المغرب داخل أفريقيا أن المغرب ما بقاش غير مع الدول الفرنكوفونية أنه الآن وملحتة مع الدول اللي هي ناطقة بالإنجليزية أو لهذا مع نيجيريا مع واحدة مجموعة من الدول اللي هي اليوم تتنضم لهذا القافلة دي الدول الأفريقية وخير دليل على ذلك كما تفضلتم بالقول أن مجلس الأمن والسلم الإفريقي المغرب رأى في الولاية الثانية دي وحصل على التولوتين دي الأصوات دي القارة أغلبية صاحة تولوتين دي الأصوات دي القارة هذا كبير مدى التجدر دي المغرب والقوة دي المغرب هذا شيء نابع من ماذا نابع من استراتيجية محكمة أطلقها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة اللي فيها وحدة خمسة الأبعاد ما فيها فقط كل ما يتعلق بما هو اقتصادي ولكن في أبعاد أخرى متكاملة كتعطي معنى لهذا الشاركة دي المغرب وكتعطي معنى لهذا الشاركة دي الجنوب جنوب اللي كتوجه بمفهوم الأكبر اللي هو الشاركة رابح رابح هذا الأبعاد هي بعد أول المغرب يسعى إلى تحقيق الأمن والسلم داخل إفريقي لأن الأمن والسلم هو اللي ممكن أنه يخلق البيئة المناسبة دي كل شاركات سواء شاركات الاقتصادية أو غيرها وحظية بإثقة الأمم المتحدة بفتتاح المرسل لمحاربة الإرهاب ومقروف في المغرب وهناك كذلك البعد الروحي والبعد التقافي ونشهد كيف أن المغرب يساهم في تعزيز السلم والأمن الإفريقي من خلال تكوين دي الأئمة ومن خلال النشر دي القيام الوسطية والسمحة دي وكذلك البعد دي التضامن والدعم اللي يقدمون المغرب لوحد مجموع شفنا في إطار الجائحة دي الكورونا كيفاش المغرب كان سباق في دعم من واحد مجموعة دي الدول الإفريقية وكيفاش أن المغرب مثلا أن الخطوط الملكية المغربية كانت هي الناقل الوحيد من بعد أن كل شيء تخلى على إفريقيا كانت الخطوط الملكية المغربية هي الوحيد وهذا الساهم في جنجد المغرب إضافة بسيطة اليوم واحدة لتصنيع اللقاحات في بن سليمان لشانها العهل المغربي ليس لبعيد ستكون من أبرز أبرز ممتجات الأدوية واللقاحات موجهة للقارة الأفريقية بتالي كل هذه الأبعاد التي تدخل فالستراتيجية المحكمة اللي حطها المغرب هي اللي تجعل هذا الحضور الوازن ديره المغرب اليوم بالنسبة لإفريقيا مطرحة عليها تحديات أخرى من هذه التحديات اللي مطرحة عليها أولا أنها مطرحة عليها أن تصحح الوضعية للاختلالات اللي موجودة في الهياكل دياله من اللي تندوي على الاختلالات وشتنا كيفاش أنها الدينامية المؤخرة دي الوحد المجموعة من المسؤولين والنخب لإفريقيا هنا لتيبي اللوعي دي النخب السياسي لإفريقيا بضرورة الوحدة والتكتول والابتعاد على كل ما يفرق إفريقيا لأنه مثلا اليوم الاتحاد لإفريقيا أو لإفريقيا تجد نفسها في حالة صراع مستمر وفي حالة دي العائق إزاء مثلا الوجود دي البوليزاري وفي قمة دي التكاد أن مجموعة دي الشركاء دي الإفريقات يرفضوا الحضور دي البوليزاري واليابان نفسها رفضت الحضور منظم هذا المؤتمر كل شركاء أمريكا اليابان كل الصين كل شركاء دي البوليزاري يتحول إلى عائق يعيق حتى الشركات وبتالي اليوم إفريقيا مطالبة مطالبة الإصلاح الحقيقي وتصحيح الوضعية دي الاختلال دي النظام الأساسي دي لها مكونات اللي هي غير شرعية ونحن لاحظنا كيفاش الدينامية دي النخب الإفريقي اليوم رأينا كنتكلمو على تقريبا واحد كتر من عشرين وزير خارجية دي الإفريقيا ووزير أول دي الإفريقيا السابق اللي وقعوا على مطاق الكتاب الأبيض لطرت البوليزاري وهذه التحديات الأساسية اللي اليوم مطلوب من إفريقيا أنها تصحها باش ترجع لدك التكامل لما بين الشعوب جميل الحديث عن العوائق كما هو الحديث عن الأفاق المستقبلية ولكن قبل ذلك لماذا الحضور المغربي وازن ولماذا الحضور المغربي له أثر ولماذا هناك أيدي بيضاء مغربية في القارة الأفريقية لأن حتى نظرة المغرب لما يقوم به من مشاريع ليست فقط تلك ذات المصلحة المنفعية التي تربط دولة بدولة أعطيك على سبيل مثال الحصر خط أنبوب الغاز ما بين نيجيريا والمغرب اليوم أنت تتحدث عن ربط ما بين القارة الأفريقية ونظرتها الأوروبية في مصدر حيوي للطاقة ولكن تتحدث عن أكثر من 15 دولة سيمر من هذا تتحدث عن أفريقيا ثلثيها غير مضاءة بالكهرباء تتحدث عن أفريقيا الطرق الممهدة 10% فقط تتحدث عن قارة فيها 1400 مليار و400 مليون ساكن تتحدث عن قارة تستقطب 400 مليار دولار صيني وأكثر ما يزيد عن 700 أمريكي طمعا في سواد أعينك ولكن هناك مصلحة إلا أن المغرب يبني مشاريع بعيدة المدى حتى في الأمن الغذائي والأسمدة مع أثيوبيا على سبيل المثال الحاصل ثانيا ستكون أثيوبيا سلت الغذاء الأفريقي كيف تنظر لهذه الرؤية الاستراتيجية التي تسكت بعض الأفواه التي تتحدث عن المغرب اليوم يستنزف أو أنه لديه مصالح ذاتية لا تعي أو ليست لها علاقة بمصالح الدول الأفريقية الأخرى هذا يفند كل ما سابق الملك محمد السادس والدولة المغربية بصفة عامة لم تجعل من مقاربتها للمسألة الأفريقية مصلحة مصلحة خاصة بالوطن المغربي بل مصلحة خاصة بالأوطان الأفريقية لأنها نقلق بلا أن المغرب يتحدث بلغة المناضل يترافع باسم أفريقيا يترافع باسم أفريقيا لأنه ابن أفريقيا ولا يرضى لنفسه أن يعيش في قارة يكون فيها مثلا عملة يعني يتحكم فيها من خارج أفريقيا هذا يعني الفرنسي الفرنسي الذي ما زال سائرا فائدا في عدد من الدول وكل المدخرات المالية من دهب وكل قيم الكبيرة متروحة فين عند البنك الفرنسي وهي التي تقول لك أن ترفع من قيمة معاملاتك وعليك أن تفعل هذا أن تفعل هذا تحكم بالمركز المالي للقارة الأفريقية هذا من القضايا الكبيرة المبدائيا لأن هذا المسألة تكلمنا على أنبوب الغاز أنبوب الغاز سيكون ثورة على المستوى الأرض لأن هناك هلال من 15 دولة ستستفيد مباشرة ثانيا تفتح المجال مباشرة من قلب إفريقيا إلى قلب المتوسطي البحر الأبيض المتوسطي وتقرب الدول الإفريقية من دول أوروبية من نيجيريا إلى قادش الإسبانية غرورا بطنجة أكيد طابعة الحال لأن هذا الآن مهم لأن هذا التعاون هذا التعاون سيكون تعاونا وثيقا تعاونا مسؤولا يعني لما أقول مسؤول ففيه منطق الرابح رابح فيه كذلك بناء الاستراتيجيات الطويلة الأمد موجودة بين هذه الدول في الصور التي رأينا في بعض الروبرت جات هناك اتفاقية وقعت بين المكتب الشريف للفصفات ومجموعة من دول إفريقية ستعمل يعني مكتب الشريف للفصفات له حضور خطير جدا على مستوى الدول الإفريقية وعلى الزراعات الإفريقية كيف تريد أن ننسى بأن لنا هذه الخيرات لأن لنا هذه المقاربة زد على ذلك حضور الشركات شركات الاتصال المغرب موجود من خلال شركة مغربية والمؤسسات المالية والبنكية وعسى تعذرني أستاذ العيساوي لابد أن نذهب لنشرة أخبار هناك في استوديوهاتنا المركزية بالطنجة دريس العيساوي المهل شكرا جزيلا لك سعلي الغنبوري وأنت بالبرامج في مرصد العام الحكومي أيضا شكرا جزيلا لك لازال في الحديث بقية نواصل الحديث عن الحضور المغربي داخل القارة الأفريقية ولكن أيضا عن الرؤية المغربية الخاصة بتنمية هذه القارة في مجالات عدة أبرزها بناء الإنسان الأفريقي كل هذا سيكون معنا مباشرة في تمام السابع ونصف ولكن الآن نذهب وإياكم مشاهدين الكرام لأستوديوهاتنا المركزية في طنجة مع الزميلة مريمت سوري المتابعة باقي فقرات هذه الفترة الإخبارية المسائية فإلى هناك إذن أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من برنامج ملف خاص يحضر معي كما كان عليه الحال في الجزء الأول الأستاذ دريس العساوي المحلل الاقتصادي أهلا ومرحبا بك مجددا ترحيب موصول أيضا بالسيد علي الغنبوري وهو مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي أهلا ومرحبا بك سيا علي مرحبا نواصل وإياكم الحديث عن الاتحاد الأفريقي ولكن كنا قد تحدثنا بإسهاب عن القمة المنتظرة والتي كما قلنا في الجزء الأول فيها تسريع وطيرة اتفاقية التجارة الحرة ما بين بلدان الاتحاد الأفريقي ولكن تطرقنا في نهاية الجزء الأول إلى دور المملكة المغربية في تنمية القارة الأفريقية عبر شركات متميزة مع مجموعة من الدول في رقعة جغرافية شتى فيها مشاريع مختلفة الانتماءات على مستوى المقاولات على مستوى البنى التحتية والإنشاءات أيضا الاتصالات بدورها والقطاع البنكي بالإضافة إلى القطاع الفلاحي الذي يعتبر قطاعا هاما جدا لمجموعة من الدول الأفريقي نواصل مع ضيوف الكرام الحديث عن هذا المجال قلنا بأن أفريقي قد تعتبر سلة الغذاء العالمي ولعل في إطار جائحة كورونا وبعد ذلك تطورات الحرب الروسية الأوكرانية مسى الأمن الغذاء للقارة الأفريقي ولعل لجبكم جميعا تتذكرون زيارة رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي وهو رئيس السينيغالي ماكيسال إلى القيصر الروسي لفلاديمير بوتين وكان هناك حديث على ألا تكون أفريقيا ضحية كما كانت في إطار جائحة كورونا وسياسة اللقاحات التي جعلت أفريقيا تلقح ما يقارب 7% فقط من الساكنة في طبقية دوائية ربما انصح التعبير سادت حينها اليوم المملكة المغربية عبر المكتب الشريف للفوسفات تقوم بإنشاء وحدات انتاجية للأسمدة في مجموعة من الدول الأفريقية مملكة المغربية وقعت اتفاقية مع أثيوبيا تفوق 4 مليارات دولار فيها أسمدة نوعية التي بإمكانها ربما أن تجعل الفلاحة الأثيوبيا متطورة جدا نظرا لشساعة المساحات الفلاحية والقابلة للزراع هل بالإمكان أن يكون هناك شراكة فاعلة مع الدول الأفريقية في هذا المجال وأن كنا نعلم أن المملكة المغربية تمتلك 31% من احتياطيات الفوسفات حول العالم والمصدر الأول للأسمدة والمطلوب الأول من قوى غربية حية ولاية المتحدة أوروبا قل ما تشاء هو أعتقد بأن المغرب له أن يلعب دورا طلائعيا في هذا المجال صراحة وبدأ ذلك منذ مدة له مجموعة من الامتيازات ومجموعة من القضايا التي تميزه كشريك حقيقي كفاعل أساسي في استقرار منطقة المغرب العربي وكذلك مفتاح خير بالنسبة للدول الأفريقية صراحة هذا ليس كلام فيه مبالغة أو مجاملة بل عكس تاريخ يقول ذلك تاريخ المغرب إن رجعنا إلى كتب التاريخ وإلى الوتائق الموجودة تحكي بأن الأمبراطورية المملكة المغربية كانت موجودة في قلب إفريقيا وموجودة في عدد من الدول فأعتقد بأن ملك محمد السادس الآن يقوم به هو أن يرد للمغرب اعتباره ولإفريقيا اعتبارها كقارة إفريقيا رائدة على هذه المستويات وأعتقد بأن ما لا يعلمه الكثير الكثيرون على الأقل في بعض الدول الأخرى إن إفريقيا لها ما تقول في مجال التصنيع في مجال التكنولوجيات في مجال اللغات في مجال الإبداع في جميع من المجالات التي لا أحد ممكن أن يتنبأ بما يمكن للأفارق أن يقوم به كفائلين أساسيين في هذه المجالات وأعتقد لما نتحدث عن إفريقيا عموما نتحدث عن الرياضة عن كرة القدم عن كذا عن العضلات المفتولة إلى آخرين بالحديث عن الرياضة الجامعة الملكية المغربية وقعت أكثر من 40 اتفاقية شراكة مع 40 اتحاد قاري أفريقي من أجل دعمها بأمور لها علاقة بالمنشآت الرياضية بالمنتجات الرياضية وأيضا احتضان حتى المنتخبات الأفريقية التي للأسف لديها توترات أمنية ولا تستطيع تنظيم المباريات على أراضيها فالرياضة هي الأخرى حاضرة في الشراكة المغربية الأفريقية الرياضة هي قطب الرحاة في كل التعاون كل مجال للتعاون لا بد أن يمر عبر الرياضة لأن الرياضة تفتح المجال وتيسر الأمور فالجامعة الملكية لكرة القدم تقوم بهذا المجهود وهي مشكورة على ذلك لأنها تعلم بأنه لما تفتح الأبواب للشباب الأفريق ليتبارون في أراضيها في ملاعبها مع رياضيها فهي تفتح الباب للأمل للمستقبل والإبداع الرياضة أيضا وخصوصا للإبداع إن مجال الإبداع مهم جدا جميل وبالحديث أيضا عن الدور المغربي فيما يخص الأمن الغذائي على مستوى القرى الأفريقية تحديدا نقول بأن لدينا الشرعية لذلك لماذا؟ لأن حتى المجمع الشريف للفوسفاتي يتطلع لأن ينتج 15 مليون طن في سنة 2023 هو الآخر يخضع للإصلاحات اليوم باستثمارات مالية تصل ل 13 مليار درهم هذا المشروع الأخضر الجديد الذي صادق أو قدم أمام أنظر العهل المغربي الملك محمد السادس ليس ببعيد أكثر من 12 بلدا اليوم لديه وحدات إنتاجية من الأسمدة وهي مغربية وآخرها في نيجيريا بالتالي اليوم أن تتمس عصب الحياة في القارة الأفريقية الغذاء نحن نعلم بأن هناك في تصنيفات الأمم المتحدة يعني من بين أكثر دول فقرا عشرة تتواجد في القارة الأفريقية وهذا رقم صعب ومهول ومحسن حتى فاستشرافا للمستقبل التعاون الاقتصادي على مستوى الفلاحي تحديدا باستثمار أنجع لما تملك المملكة من أسمدة وأراضي موجودة هناك في القارة الأفريقية بإمكانها أن تكون سلة للغذاء الأفريقي وحتى العالم أكيد أكيد ولكن الشيء الإضافي هو أن المغرب لا يوفر فقط الأسمدة ويوفر فقط هذه الاستثمارات وإنما يوفر شيء الأهم هو الخبرة المغربية في مجال الفلاح لأن الأساس الشراكة المغرب هو أساس رابح رابح وأن المغرب لا يبحث فقط على الاستغلال بالإمكانيات الأفريقية خاصة في المجال في الفلاحي وإنما يريد أن يؤسس إلى شراكة متعددة ومتنوعة بمنطق رابح رابح تمكن تمكن هدد دول حتى من الوسائل البشرية ومن تكوين في مجال هناك مراكز للتكوين موجودة اليوم مغربية موجودة في أفريقيا ولكن في إطار الفلاح هي مطالب أفريقية هي مطالب أفريقية يعني حين يكون اجتماعات وزيارات هم من يطلبون أن يستفيدوا من طبعا هذا هو ما يؤسس وما يميز الشراكة المغربية الإفريقية هي شراكة تقوم كما قلنا على منطق رابح رابح ومن تتكلم على منطق رابح رابح أرى هو أنك تقوم بتوطين هذه الكفاءات داخل البلدان الإفريقية بشك تجعلها قادرة أنها تكون عندها روح المبادرة وتقدر أنها قدرة أنها تسير وتدبر هذه المجالات خاصة في المجال الفلاحي في المستقبل هذا هو المنطق المغربي الجديد الذي يتجه إلى إفريقيا اليوم المغرب من خارج حتى هذه المنطق لكي لا نحصر شراكة المغربية فقط غير في المجال الفلاحي لأن المجال الفلاحي اليوم كما تفضلت بالقول أن إفريقيا يسلط الغداء في العالم ومميزات المغربية وخاصة لنستثمارات من نسوش بأن هذه السنة المكتب الشريف الفوسفات حقق واحد الإرادات التي هي استثنائية وقياسية في باقي السنوات التي تجاوزت واحد العشرات لمليار ديالدولار أن الأغلب ديالستثمارات اللي وضفها المكتب الشريف الفوسفات توجهت بشكل أساسي إلى إفريقيا في تطوير ديالواحد المجموعة 500 ألف طن من الأسمدة قدمت جزء كبير منها مجانا وجزء آخر بأسعار تفضيلية دول الأفريقية الى إفريقيا ويبرز أن المنطق ديال المغرب في تعاون مع إفريقيا ولكن المنطق ديالتعاون ديال المغربي لإفريقي هو مبني كما سبقا قلنا على استراتيجية من لي تكون عندك واحدة استراتيجية واضحة ويكون عندك واحدة الأفق ديالتعاون تكون عارف أشنو ممكن تدير بهذه استراتيجية إفريقيا كانت دائما في حاجة إلى أبطال أفريقى ليقودوا المسيرة ويكونوا واحدة القاطرة للتنمية داخل إفريقيا. اليوم المغرب يقدم نفسه كجزء من هذه الأبطال الأفريقى اللي ممكن يقودوا للقارة الإفريقية تجاه تحقيق تنمية وتحقيق السلم وتحقيق كل ما يتعلق بالنماء الاقتصادي على كل المستوى. ننسوش أن إفريقيا دائما كانت خاضعة على واحد المنطقة للزعامات كانت هناك واحد دول تقليدية تقود دول الإفريقية ولتقود القاطرة الإفريقية ولكن هي زعامات إيديولوجية أدت إلى الإفلاس أدت إلى الفشل أدت إلى الإنقلابات أدت إلى اللا أمن أدت إلى الاستقرار المغرب اليوم يقدم نفسه كنموذج حقيقي كقوة استقرار أولا وكقوة للتنمية. أسبق لكم تفضلتي بالقول على المشروع ديال الربط ديال الغاز ما بين النجيريا ومرورا بالمغرب ومرورا 13 دول إفريقية زائد المغرب ونجيريا 15 لن يوصل إسبانيا قصنا نعرفه بأنه ستتكلمون له الرقعة الجغرافية في 440 مليون ديال الساكنة قصنا نعرفه بأنه كينين دول لمستوى الربط الكهربائي ديال لما تزاوش 10 رفل مئة 10 رفل مئة في مجموعة من مجموعة من دول وبتالي المغرب اليوم يقدم واحد المشروع كطريق حرير تاني طريق حرير تاني لأن هذا مش غير ربط مش غير ربط بالغاز وإنما ربط بالتنمية ديالها وتسريع الواترة ديالتنمية في هالدول والتنمية تعني الأمن تعني الأمن يعني هناك ضمانات أمنية للممرات هذا الأنبوب ونحن اليوم نعرف أن هناك غياب للدولة المركزية في مساحة شاسعة في القارة الأفريقية الإشكال الحقيقي الإشكال الحقيقي للإفريقية والتنمية لأن التنمية هو مصدر كل الآلام والمصدر للإرهاب والمصدر لللاستقعار والمصدر كل ما يتعلق بالنقص الأمني والاختلال الأمني موجود في إفريقيا هو متعلق بالتنمية هذه الدول الإفريقية لا ما خلقه الش какую تنمية ولا ما خلقه شي واحد القيمة مضعفة كبيرة لتستطع أنها تحفز الاقتصادات وتوفر هوامش مالية وتوفر فرص للتشغيل وتوفر فرص الكرامة للإنسان الإفريقي سنبقى دائما في نفس الوضع اليوم المغرب انطلاقا من الاستراتيجية الواضحة التي يمتلكها يقدم هذه الحلول ويقدم نفسها كقاطرة الممكن أنها تساعد في المقابل لنرى دول أخرى كيف تقدم نفسها كدول أو كعوامل الاستقرار كعوامل الإدكاء للصراعات داخل الدول الإفريقية وكيف تقدم نفسها كمبررات لاستقرار داخل إفريقيا جميل وأيضا اليوم يتحول المغرب كمخاطب من طرف جهات عالمية متعددة من أجل أن يكون بوابتهم نحو أفريقيا ونتذكر مبادرة ازدهار أفريقيا التي وقعت هنا أيضا في المملكة المغربية أكثر من خمسة مليارات دولار ستخصص لأفريقيا وحيز لا بأس به سيخصص للشرق الأوسط في إطار تمكين الشباب والنساء ولكن على الأقل البوابة هي المملكة المغربية وأثمر ذلك عن العيون هذه المنصة التي تروج للاستثمارات داخل الأقل من الجنوبية ولكن أيضا دهاب وعدن أفريقي هذه على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن حتى اليوم في زيارة بيدرو سانشيز للمملكة المغربية قال كلمة جوارية قال بأن المغرب جسر أوروبا لأفريقيا فهنا نجد أن ما قام به العاهل المغربي منذ سنوات خلت وعبر زيارات ماراثونية لمجموعة من الدول الأفريقية وصل صداه لشركاء غربيين وحتى أسيويين قد يكون ينطبق الأمر على الصين الذي قال قبل قليل سعلي الحزام والطريق وهي مبادرة صينية يعني نحتاج لحلقات للحديث عنها لكن بالفعل هل يمكن أن يتحول المغرب إلى جسر نحو أفريقيا كون له مؤسسات مالية مؤسسات في الاتصالات مؤسسات في المنشآت بمعنى آخر ولده المصداقية التي أهم من كل شيء لدى دول القارة الأفريقية إن أردت أن تعبر لأفريقيا فالطريق يمر من هنا من المملكة المغربية هذا هو الطموح صراحة لم يكن طموح المملكة المغربية غير ذلك كان دائما يسعى ليكون قنطرة خير بين الدول في العالم والدول الأفريقية ويقول للعالم بأجمع بأن أفريقيا قارة مهمة قارة إنسانية هي أصل الحضارات علينا أن نتذكر ذلك بأن أصل الإنسانية هو موجود في إفريقيا هذه حقائق لا يمكن أن ننساها فإذا تذكرنا ذلك فنحن نتذكر بأنه التعامل مع إفريقيا عليه أن يكون بمنطق الشريك بمنطق الذي يرى إليك ليس البقرة الحلوب نهائيا كما يتعامل البعض للأسفة نهائيا عدد من الدول الإفريقية لا تتعامل مع الدول الإفريقية إلا كأنها بقرة حلوب ويستغلونها بجميع الوسائل بابتداء بابتداء طبعا الحل بجنيد العسكر بالقيام بانقلابات بقيام بكذا كل هذه المسائل تجعلوا من إفريقيا قارة خطيرة جدا بالنسبة للدول الأوروبية وأعتقد بأن مجموعة من الدول الأوروبية الذكية فهمت ذلك ولهذا تريد أن تمتطي صهوة جواد المغرب لتمر آمنة على هذا المصار لأن المغرب يستعملوا كما قال السيد علي قبل ذلك له مقاربة فيها الجانب الثقافي الجانب الديني الجانب الحضاري الجانب الفكري كلها جوانب اجتمعت لتكون لدى المقاربة المغربية فهؤلاء الفائلين المكتب الشريف للفصفات المكتب الوطني للالتصالات والمؤسسات الأخرى الفائلين الأشخاص الذين يعملون في إفريقيا أعتقد بأنهم شخصيات مهمة جدا تحمل هذا الهم وتحمل كذلك الرغبة في العمل أفضل بالنسبة للدول الإفريقية للمغرب ولكل هذه الدول فأعتقد بأنه غدا الكل سيستيقض بفكرة أخرى سيستيقض بأن إفريقيا ليست هي تلك القارة العجوزة التي يمكن أن نستغلها بل إفريقيا هي العام الأساسي هي الشريك الضروري الذي علينا أن نحترمه علينا أن نشتغل معه بكثير من الحرس والحب والاحترام والاعتبار بأنه لما نتحدث مع إفريقيا فإننا نتحدث مع المستقبل جميل بالفعل هي قارة المستقبل نظر لما تتوفر إليه يعني اليوم حين تشيخ المجتمعات في القارة الأوروبية فإن قارة أفريقيا جلها من الشباب والمورد البشري يقال أنه أفضل استثمار إن تلكته فأنك تمتلك التنمية ولكن هذا لا يمنع أنها فيها خصاص كبير وكبير جدا على مستويات عدة أفريقيا قارة لا تصنع قارة تستهلك قارة البنى التحتية فيها يعني حدث ولا حرش لا تتوفر على البنى تحتية هامة وهمة جدا ما يجعلها مطلب لمجموعة من دول العالم التي أصبحت تستثمر فيها ولكن أصبحت تدخل أيضا بقوة عسكرية يعني أن تعلق الأمر بالصين أو حتى الولايات المتحدة فيما سبق وحتى بعض الدول الأوروبية وإن كان هناك انسحابات متكررة لفرنسا كيف يمكن لأفريقيا أن توازن مع شركائها الراغبين في الاستثمار فيها ولكن في نفس الوقت أن تبقى الإرادة ويبقى القرار قرار أفريقي يعني لا أن يتم انتلاك القرار الأفريقي كما حدث مع بعض القوى الاستعمارية التي عاثت فسادا في القارة السمراء أنا أعتقد أن إفريقيا فيها كل هدى المشاكل وكل هدى العيوب التي تقدمت بها وهذا راجع بالأساس إلى كما قلت إلى ضعف البنية التحتية ولكن راجع بالأساس أيضا إلى ضعف كما نسميه ما شاء نقول الكفاءات ونخب نخب القادرة على أنها تقود مشاريع تنموية حقيقية في بلدانها الأفريقية تغير الوضع حيث من اللي ما تكونش كتصنع رواندا كينيا هدو نمالش نخب سياسية خرجات نخب اقتصادية هدو أبطال هدو أبطال ولكن في الغالبية القارة كينها موجودة مجموعة من التوترات ومجموعة من المشاكل اللي كتعيق هدو المسلسل التنموي اللي ممكن تمشي في إفريقيا نظرا لموارد البشرية أولا ونظرا الاحتياطات ديالها في كل شيء في الاحتياطات ديالها في الغدا في الطاقة في جميع ما تحتاجه البشرية اليوم على مستوى الصناعة على مستوى واحد مجموعة من الأشياء الاحتياطات الكبرى ديالها كينها في إفريقيا وكل إشكال وإشكال نخب سياسية صحيح أن هناك تغيير صحيح أن هناك بروز أجيال جديدة من السياسيين قادرة على رفع التحديات وكانها نماذج كثيرة كما تفضلت وقلتها اللي هي مثلا كينيا اللي مثلا رواندا اللي اليوم كنشوف المعدلات اللي تتحقق ديال التنمية هي معدلات كبيرة غير بالرزوع الواحد الموضوع اللي هو أساسي اليوم حتى الدخول العسكري الإفريقي لما يعد ممكن وجميع المحاولات السيطرة العسكرية الإفريقية هي فشلت اليوم الدخول الإفريقية ودخول تنموي بالأساس اليوم من يستطيع حتملي تندوي على الصين وتندوي على هذا رخصنا نعرفه بأن اليوم الوجود الصيني في إفريقيا ننقاش مرحب به في عدد من الدول نظرا للاختلاف الثقافات اختلاف التعامل الإحساس الإفريقي بأن هناك استغلال هذا كلها أشياء اللي كتخلي احتهد الوجود دي القوى الكبرى اليوم اللي تستطمر في إفريقيا واللي تتحاول أنها تسيطر على إفريقيا تحت مسمى الاستثمار تفشل في المساعي ديها هذا هو اللي تتميز به المغرب هو أنه عنده اليوم مستوى من القبول لدى كل الشعوب الإفريقية والدول الإفريقية اللي تستطمر فيها بواحد مستوى دي القبول عالي لأنه ما كانش كما قلنا واحد المنطق دي الاستغلال وكانها informing المغرب عنده مصالح هذا ما كيخفيهاش المغرب أي دولة حق مشروع ما كيخفيهاش المغرب هذا ونقاش الحقيقي إن المغرب صحيح أنه كي كيدر تضعامين وكيدر واحد مجموعة من الأشياء ولكن عنده مصالح ما كيخفيهاش ولكن في المقابل يحقق نفس المصالح tale ونفس المصالح التي حققها الدول التي جميل التي تستطمر فيها وهذا ما تميز شركة المغربية وما تميز نموذج المغربي تجاه إفريق نعم المغرب صادق في شركاته ولطالما كان بلد لا يملك أجندات حتى للآخرين حين تدخل في الملف الليبي هدفه كان المصالحة وبناء المؤسسات الليبية وبدأ ذلك من انتفاق سنة 2015 نعم لازال هناك القادة يأتون تباعا إلى المملكة والحوارات مستمرة حين يذهب إلى أفريقيا يستثمر وفقا لسياسة رابح رابح حين يدخل في شراكة متقدمة مع الاتحاد الأوروبي هي الأخرى تكون وفقا لمنهج متفق بشأنه وتكون شراكة مؤسساتية فهذا يعطي المملكة المغربية تلك المصداقية ولكن في نفس الوقت اليوم هناك صدق في الشراكات قد نقول بأننا رأيناه من الشريك الأفريقي حين تشاهد عدد القنصليات التي تفتتح بالأقليم الجنوبية والاعتراف بمقترح الحكم الذاتي تعرف بأن الأفارقة يبادلونك الحب بالحب وحرصون على وحدتك الترابية ما لم نراه للأسف يعني مثلا من شقيقة جارك الجزائر على سبيل مثال الحصر من نظام تونسي يستقبل بالمطوش على هامش قمة تيغا فهناك مجموعة من الأمور التي وجدناها في الأفارقة ولم نجدها في غيرهم وبالتالي يستحقون أن نتوجه إليهم في عمق مغربي أفريقي فعلا شوف أنا أعتقد بأن خيار المغرب كان دائما صائبا منذ عهد الملك محمد الخامس رحمه الله والحسن ثاني والآن أعتقد بأن هناك استمرارية استمرارية دائما على هذا التعامل على هذه السياسة الإفريقية الرشيدة المبنية على احترام الآخر المبنية على اعتبار الإفريقي كأنه هو المصدر هو المسألة هو الضروري فيما يتعلق بالتعامل ولهذا كان خطاب الملك كان خطاب المملكة المغربية بنيا على هذا الإساس بنيا على أساس ماذا؟ على أساس أن المغرب يجب أن يتعامل وأن يعمل مع الأفارقة في إطار هذا النسق البنيوي المبني على احترام مصالح الآخر المغرب لا يشتغل من أجل تحقيق مصالحه فقط يشتغل من أجل مصالحه لكن في نفس الوقت هناك مصلحة عامة فيها القارة الأفريقية يساهم فيها بقص كبير جدا وكما كانوا منافقين من السباقين الذين افتتحوا القنصيرات في الأقالي من الجنوبية هذه هي الميزة التي تعطيك فعالية لتلك الشراكة مع الأفارقة أنا أعتقد بأنه كانت لفرصة في أنني ألتقي بدبلماسيين أفارقة موجودين لهم قنصليات مفتوحة في العيون في الدخلة إلى آخره كلهم فارحين بهذه الشراكة كلهم فارحين بكون أنهم فوق أرض معطاء فوق أقاليم جميلة جدا وأهم شيء يهمهم هي المشاريع التي تقام فوق هاته الأراضي جميل كسؤال أخير السعالي والمغرب أيضا بمثابة المحامة عن أفريقيا يترافع في المناخ يترافع في الهجرة يترافع في الأمن قمة أوروب أفريقية تجد المغرب يتحدث عن التعليم ويتحدث عن أمور كثيرة جدا فيه صالح القارة الأفريقية هذا الصوت المغربي المسموع أيضا قد يعتبر ميزة للقارة الأفريقية أكيد لكن يجب أن نتفق على أحد المسألة الأساسية لا يجب أن نتحدث عن المغرب بأنه دولة خارج نصق أفريقي هو دولة أفريقية ما يقع في أفريقيا هو يؤثر على المغرب ينعكس على المملكة وبالتالي المغرب هلما يدافع على أفريقيا فهو يدافع على نفسه وهذه هي الميزة التي تعطي التمييز للمغرب شكرا لك مع تذر للأسف الوقت دام شكرا لك علي الغنبوري مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي المغرب حينه يدافع عن أفريقيا يدافع عن نفسه هذه الجملة التي سنختم بهذه الحلقة سيدريس الإساوي صرته بيتواجدك معنا أنت المحلل الاتصالي أيضا الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وصلنا لاختام حلقة اليوم من ملف خاص نعود إياكم مجددا لاستيديوهاتنا المركزية في طنجة لمتابعة باقي فقرات هذه الفترة الإخبارية المسائية أفعلوناك